شكل وكيل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري لجنة لتقصي الحقائق في الاعتداء على المتظاهرين بمدينة سيئون مساء أمس الجمعة والذي خلف عددا من الجرحى في صفوفهم وذلك بناء على توجيهات محافظة حضراموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ووجه وكيل المحافظة الجهات الأمنية المختصة بالضبط الجنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم مؤكدا إن الفعالية تمت بعد الترخيص لها وبحماية الجهات الأمنية وأن سلطات الدولة لن تتهاون مع من يسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتفكيك النسيج الاجتماعي لأبناء حضراموت وعبرت السلطة المحلية عن أسافها لقيام بعض بمثل هذه التصرفات غير المنضبطة والتي لا تمد لأبناء حضراموت في مدينة السلام سيئون بصلة مؤكدا إن حق التعبير السلمي عن الرأي حق كفله القانون والدستور ترجمة نانسي قنقر